موسيقى يتحضر الى الناس بيساعدها الحظ فيها ويساعدها الحظ احنا من الناس اللي ما ساعدنا الحظ فيها انه يمكن كل شهرين تمتلئ هذه الجوار فمنضطر انه ان روح نجيب تانكات نضح وننضحها في نفس الوقت ما في عنا فورات مية اشتراكات ماء لانه خارج عدول بردية او بدتكلفنا اكتر فأنا من الناس اللي بشري المية شرية وبدفح حق نضحها بجيب التانكين بمئتين شكل كل شهر بحط كمان مئتين شكل مقابل سيارة التانكين نضح حتى تحتى تقيمه من تقيم الاذى من حولينا لا في عنا مية ولا في مجاري ولا في طالبونا بنفايات وهم بصلناش في المنطقة هذه من مرة مية بنائل تانكات احنا ما لعنا بلا فور وقدم نائل هم ردوا علينا من مرة احنا كل شهر بدنا تانكات اتنين ولا للدار الوحدي راجعنا البلدية عدة مرات وما ساعدونا ولا فيش هذه المنطقة ما فيش فيها خدمات من البلدية يعني مجاري مش موجود مية مش موجود يخلف عليهم الجابين للكهرباء المجاري واصلة عنا بهذا عنا بحدود الميت متر من اليمين ومن اللي شمالت يعني لو اخذوا لنا مصلي من هادي او من هادي يعني مش راح تكسرهم عد المؤاخذة الفنوس حطوا لنا اياه اللي هو عدوار بالرجل هذا يعني بحقوا بحطوا لنا ترمبي بحطوا بمددون لكل الشبكة كاملة فاحنا من طالب من رئيس البلدية ومن اعضاء المجلس البلدي فارضو كلهم انهم يعني ياخذوا هذه المنطقة بعين الاعتبار احنا من طالب المسؤولين يدمونا داخل حدود البلدية ويأمنونا الماء ومجاري فمن طالب من المسؤولين من الشخص المخول بلد الأمر انه يتفضل ويزورنا على الاقل يزورنا ما بدي قدم خدمة يزورنا بس يقول شو طلباتنا هذه المنطقة هي في حدود بلدية الخليل اللي المنطقة تفضلت فيها انا مش راضي طبعا عن مستوى الخدمات المجدفة للك المنطقة المواطنين على وجه حق واحنا منقول انه سنعمل كل ما نستطيع خلال الفترة القليلة القريبة القادمة ما ابدأ قول بعد عام او اكثر يعني خلال هذا الصيف بعد رمضان ان شاء الله سأرسل فريق لتحري الاحتياجات الاساسية للمنطقة والاشي اللي بنقدر علينا نسوي رح نسوي ان شاء الله موامرات الشيخ والمواطناء موامرات زاهدة موسيقى